بس هبدأ معاكم بحاجة غير تقلدية مش هبدأ بالنادي الاهلي النهاردة هبدأ بعلي معلول نطفقه ولا تختلفه الأول نطفق نطفق فضل أسجي علي معلول النهاردة لقطت انه هو بياخد شرط الكابتنة وانا بعيد عن انه دي لقطة الجمهور كان بيطالب بيها علي معلول اكيد بتتوج مشوار طويل جدا مع النادي الاهلي لكن انا طول الوقت علي معلول هو مش محتاج شرط قيادة وواحد من كابت ان الفرقة طول الوقت لعبت النادي الاهلي بتتعامل مع علم معلول انه هو من كابت ان الفرقة مش من الموسم الحالي من المواسم السابقة الراجل بقعد فترة طويلة جدا جدا يمكن بعد ما خرج من صفاقسي محدش كان يتوقع انه لعيب أجنبي وقليل قوي من لعيب الأجنبي اللي بتطول كل هذه الفترات يتعدوا على أصابع اليدين يعني في تاريخ النادي الاهلي انه حد يقعد كل هذه السنين ممكن أرقام معلول لو نعرضها كريم بطولات في فرق في فرق بتقعد مش 8 سنين بتقعد 80 سنة عشان تحقق العدد ده من البطولات اللي محققه علي معلول علي معلول بتوق في 8 سنين دول بخمس بطولات دوري أربع بطولات لكأس مصر خمس بطولات سوبر مصري ثلاث بطولات لدوري أبطال إفريقيا ثلاثة سوبر إفريقي وثلاثة برونزيات لكأس العالم ويتبقى لي ثلاثة أهداف كأس عام الأندية عشرين وثلاثة وعشرين وأكثر اللاعب أجنبي ساهم بأهداف في تاريخ الأندية المصرية 135 مساهمة وهو ظهير أيصر وأصبح على بعد بس ثلاث أهداف من الكابتن مصطفى عبدو ترجمة نانسي قنقر